بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين بحييكم في برنامجكم رادة جيل النهاردة هيكون معنا حوار شاية جدا مع الدكتور علاء فاتحي الخبير في التنمية المحلية هنتكلم عن موضوع كتيرة احنا محتاجين لها كمجتمع ولكن قبل اي شيء لازم نتكلم عن حب بلدنا حب مصر مصر الوطن الاجبر مصر اللي احنا بنبديه بدمنا وبنقدم التحية للكوات المسلحة المصرية وبنقدم كل التحية لرجال الشرطة البواسل على الجهد العظيم اللي بيمزلوه من اجل تأمين الوطن والمواطن ان شاء الله هنطلع لفاصل وانتظرونا هيكون معنا الدكتور علاء فاتحي هنتكلم في امور عديدة وهي روح القانون ونتكلم عن الباع الجائلين ماذا سنقدم لهم وماذا نفعل لهم فانتظرونا سيدة المشاهدين وارجعنا لكم مرة تانية واكيد بعد ما اسمعنا الاغنية الجميلة مصر يا ام الدنيا اجمل حاجة في الكون مصر اعظم حاجة في الكون مصر بلدك وطنك اللي ما حبش بلده واللي ما حبش وطنه يبقى عنده خلل في قلبه يبقى عنده مرض في قلبه لازم نحب بلدنا ونحب وطننا لان هو اللي بيحتوينا بعد ربنا سبحانه وتعالى وطبعا قوات المسلحة المصرية الشرطة البواسل رجال الامن والامان للمواطن المصري مصر يا ام الدنيا حبيبتي يا بلدي دكتور برحب بحضرتك اهلا وسعلا بك تبتسمع اونيه عن مصر جميلة طبعا جميلة وبتلعب المشاعر في وجدان الانسان نحو حب البلد وانتماءه الاصلي لها ان شاء الله برحب بحضرك دكتور وهنتكلم عن موضوع محتاجين خبرة حضرتك دكتور علاء فاتحي خبير في التنماء المحلية وحضرتك تقلطت مناصب كتيرة كنت طبعا رئيس بفكر ايستاذ المشاهدين كان رئيس لمركز ومدينة سيدي سالم كفر الشيخ وطبعا رئيس لمركز ومدينة أوسيم الجيزة وكان مدير ادارة المشروعات تنفيذ المشروعات بمحافظة الجيزة خبرات كتيرة دكتور علاء فاتحي خبير في التنماء المحلية معنا تأرير يا دكتور محتاجين خبرة حضرتك ونتكلم فيه عن الباعة الجائلين الناس اللي هي بتتعب فيه عندي باعة جائلين موسميين يعني من موسم لموسم بيبقى طالب بيبقى شاب بينتظر مثلا موسم معين بييجي بيشتغل فيه اي شغلانة سواء مثلا بيبيع تين بيبيع فاكهة بيبيع اي حاجة ماذا قدمت الدولة لهؤلاء الباقعين الجائلين بس أستاذن حضرتك نطلع نشوف الفاصل دوت ونرجع تاني سادة المشاهدين انتظرونا سادة المشاهدين رجعنا لكم طبعا ممكن بعض الناس يسألوا هو ايه المشهد اللي احنا شفناه دوت مشهد اللي احنا شفناه دوت فهو الولد قال له خلاص الباقع دوت قال له خلاص انا همشي لا هي مش عاوزة تسيبه خالص فقامت بالفعل اللي احنا شفناه طبعا اكيد احنا يعني برضو مش هنحط العبء جامد يعني على السادة الرسالة احياء احيانا برضو بقى في عواقب بتقابلهم ولكن اذا كان القانون بيأمرك ففيه روح القانون فيه الرحمة فيه الانسانية ده ممكن يكون طالب او انسان بيشتغل موسمي بيجي في موسم مثلا التين الشوكي بيبدأ يشتغل عشان يقدر يصرف على نفسه او يقدر يتحصل على اي مبالغ عشان يقدر يكمل ويكون يقوم متاعب الحياة والمشاقة اللي بتقابلنا في الحياة دكتور علاء اكيد شفت التقرير ايه رد فعلا حضرتك ونت حضرتك كنت رئيس حي كنت رئيس مركز ومدينة والله احنا نقدر نقول انه هو نوع من العنف الغير مبرر يعني القانون صحيح بيقول ان احنا ممكن نتعامل مع الناس دي بحكم اكبر من كده ومفيش قانون بيلزم البناء ادم انه لازم يتعامل بعنف مع بنا ادم بيدور على اكل عيش ولقم حلال يعني ما انا كنت في منطقة قسيم وكان بيبقى عندنا ويمكن حضرتك تعرف كويس جدا سوق الثلاثة وكان بيجي لنا باع ما نعرفش عنهم يعني جايين منين ولا جايين من اني محافظة ولا وبيجمع ناس من جميع المحافظات في السوق دا لكن احنا نقدر كنا بنحول الظاهرة دي لظاهرة تقدر تدخل ربح حتى او عائد مدي لقلب مجلس المدينة ازاي ان احنا كنا بنعمل نوع من التذاكر والتنظيم في قلب الشارع عشان الشارع ما يسدش وفي نفس الوقت البائع اللي جاي بيع بوضعته دايب بيع بوضعته ويمشي يبقى كسب وربح ومبسوط وفي نفس الوقت ما درش مجلس المدينة اللي انا عاوز اقولها دكتور برضو ان هذا الفعل او زي ما حضرتك العنف الغير مبرر انا حابب اقدم الشكر والتحية والتقدير باسم لسان كل مواطن مصر للسيد وزير الاسكان طبعا لغى انتداب رئيسة الحية ديت تمام وكان لي رد فعل واكيد طبعا هو ده يعني يشكر على رد الفعل اللي عمله سريع يعني هو بمجرد ما شاف منظر الفيديو ده على الفيست تقريبا او اليوتيوب وخد قراره بسرعة وبصراحة يعني عايزين نتكلم على ظاهرة هنا بتلفت النظر في المحليات لان المحليات متهمة باستمرار بالاشكال يعني بالشكل اللي احنا شفنا ده دكتور عندنا مؤسسات يعني هي فيها استاذا حضرتك لان معانا مداخلة تليفونية في بعض المؤسسات الدولة اسندت لهم الشرعية واسندت لهم الرعاية الاجتماعية زي المشردين والباع الجائلين ولهم دور قوي جدا في المجتمع معانا المهندس محمود وحيد رئيس مؤسسة معانا لانقاذ انسان مهندس محمود سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته اهلا بيك ازاي يا حضركة مشبهة انسية الاغبار الله يتخلنك اكيد حضرك شفت التقرير دوت وشفت المشهد اللي انتشر على السوشال ميديا وتعامل رئيسة الحي او القائمة بأعمال رئيسة الحي مع هذا الباع الجائل اللي بيبحث وبيسعى وراء لقمة العيش حتى لا يسأل الناس ويحتوي أسرته ويأكل من الحلال شفت يا حضرتك في التقرير دوت طبعا تصرف غير مقبول تماما وما فيهوش اي نوع من انواع الانسانية والرحمة احنا طبعا لو قلنا ان احنا هننفذ القانون ما فيش مشكلة بس يعني ينفذ القانون بشكل حتى قانوني اللي حصل ده ولا غير قانوني وغير انساني ولا يمت للقانون بصلة ولا بالانسانية ولا بالرحمة طبعا الشخص ده احنا حاليا بنتحس عنه عشان نقدم له المساعدة لان اكيد العربية بتاعته اتقطرت والبضاع اللي عليها اتبهدت في الارض فاحنا بنحاول ان احنا نصله عشان نقدم له اي طريقة من المساعدة ونعوضه عن اللي حصل معاه مهندس محمود شايف ايه رد السيد رد فاعل السيد وزير الاسكان رد فاعله السريع هو قبل ان يكون وزير فهو انسان فشايف رد فاعل مع الوزير ايه؟ اقل واجب ان هو ممكن يتعامل لان النهاردة يعني مفروض السادة المسئولين يحسوا بالناس البسيطة يعني انت بتطبق القانون طبعا ده شيء مشكور بس يطبق بشكل صحيح فطبعا تصرف يعني انساني وتصرف راقي وتصرف مسئول طبعا تمام مهندس محمود في ظل اسناد وزارة التضامن لمشروع الرعاية الاجتماعية للمؤسسة معانا لانقاذ الانسان ايه الدور اللي بتقوم بالمؤسسة حتى نوضحه للسادة المشاهدين؟ المؤسسة بترعى اهلين المشردين بلا مأوى من كبار السن ووزير التضامن الاجتماعي دكتورة نفين القباش اتنادت لنا مشاريع مسندة لرعاية كمان الاطفال والكبار فاذا احنا كده هنرعى كل الفئات العمرية المتواجدة في الشارع يعني الاطفال الرضع المعصور عليهم وكبار السن من السيدات والرجال طبعا احنا بناخدهم من الشارع بنوفر لهم حياة كريمة بنتولى امرهم من اكل شرب علاج كمان دمج في المجتمع مرة اخرى وتوفير فرص عمل لهم مهندس محمود حبيب اسأل سؤال تاني بيختر على طول في ذهني وتمالي بيشغلني فيه صحيح مؤسسات كتيرة موجودة في مصر وجمعيات خيرية هل فعلا يعني امر ورقي يعني ما هي الا بنود او لوائح مكتوبة والذي ترجمة فعلية فعلا يعني انا شايف مؤسسة معانا لانقاذ الانسان فيه فعلا واقعية على ارض الواقع فيه تنفيذ بدليل ان وزارة التضامن اللي هتسند لوكوا الامور ديات اكيد شافت منكم من ردود افعال قوية مع المواطن فايه الرسالة اللي توجه لجميع المؤسسات اللي بتقوم بهذا الدور او الجمعيات احنا الوزارة يعني فيه تعاون بنا وفيه صفقة كبيرة لان احنا كنا المؤسسة الاهلية الاولى والرائدة فيه رعاية اهلين المشردين بلا مأوى كبار السن فعشان كده الوزارة بتندلنا مشاريع وزام حدث ذكرت احنا شغالين ميداني على ارض الواقع دايما بتلاقينا في الشارع 24 ساعة في الكوارث في السيول فاي وقت احنا متوجدين في الشارع بنساعد اهلين المشردين بلا مأوى انما فيه يعني مؤسسات كتير جدا مخترمة وشغالة طبعا في فئات اخرى غير الاهلين المشردين بلا مأوى فيه مؤسسات يعني عاملة دور عظيم في الاغاثة وفي الكفالة وفي الغريمات وحاجات يعني مهندس محمود اثناء كلام حضرتك معانا على الهواء حضرتك قلت احنا بنبحث عن هذا الباع الجائل حتى نقدم للمساعدة مأوى دور المساعدة اللي اتدار تقدموه لهذا الباع احنا هنوفر له ان شاء الله لو احنا قدرنا ان احنا يعني نوصله هنوفر له ان شاء الله ممكن محل ايجار وكمان نحط له فيه بطاعة يعني نجهزوله نعمل له مشروع صغير ويبدأ ان هو يعتمد على نفسه من خلال المشروع ده وبكده احنا يعني قمنا وضعه وفي نفس الوقت احنا يعني فعدنا ان هو يعيش حياة كريمة مهندس محمود اعندي سؤال اخير معلش لو اطول على حضرتك في المكالمة دي هل لازم يحصل عندنا موقف زي دوت ويحصل فيه موقف اعانة للباع اللي هو اشعر قلوبنا كلنا كمصريين بدليل ان السيد وزير الاسكان يكون ليرد فعل قوي وسريع لازم تحصل مشكلة عشان نبدأ نبحث عن الباع الجائلين ونفكر ليهم وفيه مثل هذا رجل كسير جدا موجودين في المجتمع هل انتوا فعلا كمؤسسة بتقوموا بالدور دوت بتبدأوا تبحثوا عن الناس زياد ولا لازم تحصل كرسى عشان نبدأ نبحث عن الموضوع ده لا والله احنا شغالين يوميا بيجلنا بلغات باكتر من خمسين حالة بشكل يومي بنحاول نفاعدهم جميعا قدر المستطاع ويعني هنا في الحالة اللي احنا بنتكلم عليها دي بعينها ده قوة احنا بنتسميها قوة السوشيال ميديا يعني الحاجة اللي بتنتشر وبتوصل للمسؤولين فالمسؤولين بيغضوا بيها يعني اكشن تريع وده شيء مشكور منهم انهم امتبعين وانهم بيحاولوا يتعدوا اي حاجة بتوصل لهم انما في حالات اخرى طبعا كتير ما بتوصلش لابتدى المسؤولين واحنا بدورنا كمجتمع بدني احنا بنحاول نحلها بكل الطرق الممكنة لدينا مهندس محمود وحيد بشكر حضرتك وبشكر جميع اعضاء مجلس ادارة الموجودين مع حضرتك بشكر مؤسسة معانا لانقاذ انسان وان شاء الله هكون اكيد في حلقة هنكون فيها مع بعض نتكلم عن دور المؤسسات وعن دور الجمعيات الخيرية في هذا العمل بشكرك المهندس وحيد شكرا دكتور شايف ايه من كلام المهندس وحيد بتوفير حياة كريمة للمواطن الباعي الجائل دوت وشايف ايه دور الدولة فين دور الدولة حضرتك كنت في سلطة تنفيذية وموجود كرئيس حي وكنت موجود في محافظة الجيزة شايف ايه الدور او الباعي الجائل دوت ازاي يمشي في الشارع او يشتغل ويبيع وهو مطمئن للقلب هل فيه اجراءات قانونية؟ او للأسف يعني يعني زي التصرفات الغير وعية في الاستاذة التي هي منتدبة من جهة ما هيش اصلا مؤهلة انها تكون يعني رئيس تنفيذي بيقدر يتعامل مع الجمهور بشكل بروح القانون لان الرئيس الحية ورئيس المدينة مر بتجارب انا افهم عليش لو هطع كلام حضرك افهم من كلام حضرتك ان كان الاختيار من الاساس سيء من الاساس خاطئ من الاساس خاطئ يعني عايز اقول لحضرتك المراحل او على اقل لواحد زي مر بيها احنا دخلنا اختبرات عملية واختبرات تحريرية ولغات ما عليش يا دكتور انا ما عليش انا اسف لحضرتك انا مش اقدر انا جاملك في الموقف دوت انا بشوف رساء احياء تمام ورساء مراكز ومدن وبيتعاملوا اسوأ من كده لا 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 انا اقول لحضرتك ما انا اقول لحضرتك ما انا اقول لحضرتك احنا في كام مدينة على مستوى جمهورية مصر العربية كتير الافات صحيح لكن كم منهم كم منهم اللي خرج اصلا من قلب وزارة التنمية المحلية ومر بالاختبارات والقواعد والمؤسسات التدريبية اللي دربتهم على الوعي ده احنا بنشوف دلوقتي مركز ناصر دقوات المسلحة صحيح ودي جهة اكاديمية على مستوى عادي جدا جهة عظيمة حبيبنا اجيبهم الشكر ومتضرب القيادات دي على مراحل عدة يعني لحد ما بتأهلهم انهم ازاي يبقى الانسان يبقى قيادي وازاي يطبق القانون في الشارع يعني افهم من كلام حضرتك اغلبية ورسائل احياء والمدن كلهم مش مؤهلين لا منقولش كلهم اغلبية اغلبية مش مؤهلين احنا بنقول فيه جزء كبير جدا حاليا يعني سيادة الوزير يتفضل مشكورا بيوجه للتدريب بشكل يعني فيه مركز تدريب طبع بوزارة التنمية المحلية اسمه مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة وده يعني بيجيب لرؤساء المدن اللي شغالين حاليا وبيدربهم دورات التدريبية علشان يأهيلهم اصلا للتعامل مع الجمهور طريقة التهيل بتبقى ازاي دكتور يعني مثلا في موقف زي ده مفروض يتعامل زي رئيس الحين لا هو ما بيجيبوش الموقف بحزفيره ده فيه جهات دلوقتي بتنزل الناس علشان يشوفوا تدريب عملي مع رؤساء المدن يعني بيعودوا فترة تدريبية عملية بعد ما تطبيق النظر اللي خدوه بيشوفوا بقى روح القانون وشكل القانون لما بيتطلق بيتطبق في الحياة العملية بيبقى شكله ايه وانا ديت مثال حضرتك كان حيوي وعملي وبيطبق كل اسبوع يعني السوق اللي عندنا اللي كنا بننظمه وبنعمل قواعد للرجل اللي هو التاجر اللي جاي يحطه بضعطه عشان يبيعه ويمشو احنا كنا بنخليه يعني في هيئة النظافة بتاعتنا تنزل تنظف المكان اه الامن بتاعنا بينزل يحرص معانا بنطلب من اسم الشرطة وبنقدم طبعا الشكر لمركز شرطة قسيمي اللي كانوا بيتعاونوا وبعمل مراكز الشرطة صراحة اه يعني كان بينزل ينظم الاسواق علشان ما حدش يعتده والبلطجية اللي كان ممكن يخشه يعني يأذو الطجان خلان قلن الشرطة المصرية عليها عبء جامد حتى في تنظيم الاسواق حتى في ازمة كورونا كانت موجودة صراحة يعني كل الشكر والتقدير للشرطة المصرية صراحة يعني حتى مراكز امان اللي بيوزعوها عشان يغخصوا الاسعار بالنسبة للسلع الغذائي للمواطن يعني بصراحة في مجالات عدة مستشفيات بتخش فيها المواطنين دلوقتي وبيتعلكوا فيها يعني يعني مراحل عدة وحياتية معايشة مع المواطن في جميع أركان حياته طيب دكتور يعني هو الباع الجائل ده مفيش ليه أي قانون انه هو يقدر يبيع في الشارع هو مطمئن خالص نهاية ده ليه ترخيص ليه ترخيص يعني حتى في بطاقته ده جنده عمل يعني ممكن يكتب في بطاقته بيطلع منين يا فندم في الرقم القوم انه هو باع متجول بيطلع منين يعني من الحي نفسه آه من الحي نفسه ويقدر الحي يعني يعني يحتوي يعني مثلا أنا دلوقتي في مدينة أوسين أنا باع جائل في مدينة أوسين أيو اطلع الترخيص دوت من أوسين يقدر الحي يحتوي الفئة دي من التجار لا هو يقدر ولا القانون بيلزمه بانه يطلع له رقصة وإيه شروط يعني وهو هنا بقى بقولك دول رئيس الحي الشاطر والواعي بالقوانين وازاي يقدر يطبقها لان ده بائع يعني وبيبحث عن أكل عيش شريف فبيقدر يخصص له الأماكن اللي يقدر يقف فيها ومش كل أماكن يقدر يتجول فيها على فكرة برضو عشان ما نظلمش المجتمع يعني يعني في أماكن بتخصصها بحيث أنه هو بينتقل إليها وبيقدر يتجول في شارع أو اتنين أو تلاتة بحيث أنه هو يتمركز فيها ويبيع بضعته مع أخذ في الاعتبار أن لو بضعته دي لها مخلفات ما يتركهاش في مكانه ويسيبه يعني برضو هو لازم يبقى عليه دور أصلا في التنظيف وما يحطش عب على المجتمع المحلي أنه هو يكلف من وراء تكلفة رجال النظافة ويعيد التنظيف ويجي لهم توجهات يعني إحنا نفر من كلام حضرتك أن هي رئيسة الحي أو اللي كانت قائمة برئيسة الحي في التجامع الخامس مؤكد أنها ما ممرتش بالظروف التدريبية هي ممكن ما يكونش مخطئة في تدريب القانون ولكن كانت شديدة شوية في التصرف لا مؤكد يعني هو ما فيش قانون أصلا قال أن أنا أمسك واحد أقليب له بضعطه في الشارع ولا يتعامل معاه بالصورة اللي إحنا شفناها دي دكتور ده المشاهد دي كتيرة يعني ماشي ماشي يعني أنا عايز أقول لك حضرتك دكتور أنا عايزك تفسر لي تفسيري دلوقتي أنا رجل في حي مفروض النهاردة عندي إشغال إشغال طريق إن أنا بشوف تلاجة بره أو بشوف أي حد فارش عامل إشغال في سوبر ماركت مثلا لأ ده أنا بشوف كوارس يا دكتور أنا بشوف النهاردة بتوع الحي بيدخلوا يجيبوا التلاجة من جوه المحل أيو من جوه المحل نفسه أقول لك إشغال شايف إيه ده نوع من أنواع الخطأ في تطبيق القانون ومقدرش أسميه الاسم المناسب لي دلوقتي لأن صعب صعب إن هو الواحد يسميه بمسمى الأصل هقول لحضرتك حاجة هو القانون يعني ليه مجرى بس المين لما انت عدى على حق الشارع يعني فيه رصيف معمول أصلا للمحلات المفروض ده للمواطن إن هو يمر منه لأن الطريق منهر الطريق ده للعربيات اللي بتروح وتيجي فما يجي محل يخرج بتلاجة زي ما حضرتك بتقول ويسد بيها الرصيف طب المواطن يمشي فيه صحيح يعني هو بضعته ما ممكن يعرضها بشكل أمثل جوه محله ويسيب الرصيف للمواطن لكن للأسف ما بيعملش الكلام ده وأمثلة بقى كتيرة جدا لو قلنا فيها يعني من هنا طيب دكتور أنا عندي مشكلة يعني مثلا أنا هضرب لك مثلا المسأة ممكن يكون ده موجود في أماكن كتيرة عندنا منطقة وكيدا حضرك عارف أنا أنا بكلم حضرك يعني والسادة المشاهدين أنا حضرك خدمت عندنا في أوسيم أو فبتكلم على يعني على الشيء إحنا شفناه بعننا الشارع اللي هو في عزبة خيزة أي اللي هو الشارع الرئيسي أي نزل الحي وقام بدور قوي جدا وتصور وتشيرت على جميع الصبحات والشارع كان في منتهى الجمال وسرعان أيام قليلة ورجع كل شيء زي ما وده المعتاد وده المعتاد لكن إحنا بس أما كنا بنعمل اجتماعات مع سيادة المحافظ وبنقوله بنشتكيله من الإجراءات اللي زي كده ودينا حرية أكبر في التعامل مع الناس في الإجراءات ديت فكان رده بسيط إحنا دورنا كده الناس تخطأ وإحنا نرجعهم للسواق الناس ترمي وإحنا ننظف وراه هو هو دور دور اللي يقتنع به علشان طريق التنفيذ يعني عايز آليات أنا عشان مظلمش يا فندم فعلاً كتير من المحليات أنا عايز أقول إن فيه السلوك بعض الباعين خطير طبعاً خطير جداً ده بيوصل النهاردة عشان يبيع فاكهة لازم يعرضها في نص الشارع أنا عايز أقول لحضرتك حاجة كمان ملحوظة يعني قد نلتمس للموقف اللي زي كده العذر مع بعض رؤساء الوحدات المحلية أو مع بعض رؤساء المدن إيه اللي بيحصل بيبقى عنده زيارة مهمة محافظ جيله في الجولة التفتشية وهو عامل جميع الإجراءات اللي يخلي صورته يعني في منتهى النظافة ومنتهى الجمال ويجي واحد باقع مثلاً غير مسؤول إحنا مش بنتكلم عن الراجل ده بالتحديد لكن ممكن واحد مخلفات البضاعة بتاعته يروح رميها في أي مكان ضيع مجهود الراجل ده والرجال اللي حواليه والإدارات المختلفة اللي اشتغالها وممكن تكون متسبب في أزية مواطنين جدير جداً أو من الموظفين اللي في داخل الدارة المحلية فممكن يكون انفعال الرئيس المدينة في الحالة دي من الخلفية دي لكن المفروض يعني إحنا لو بنتعامل بحكمة أكبر إحنا نحتوي هذا الرجل بحيث أنه هو ما يعملش المخالفة اللي احنا بنقول عليه يعني كتير جداً من الإهاوي بترس كراسيها بره ومهما بتعمل معاهم وتاخد منهم كراسي وبتعمل لهم مخالفات وبيدفعوا غرامات مالية إلا إنهم هم حاسين إنه هم مش هيكسبوا ولا هيقدروا يربحوا من إلا لما يطلع في الشارع بالشكل ده ولسه برضو ثقافة المجتمع على فكرة محتاجة تغيير يعني إحنا برضو كمواطنين بنتعامل مع التجار أو بنتعامل مع المحلات والمطاعم والحاجات اللي زي كده ثقافتنا برضو محتاجة تغيير في بعض رؤساء الأحياء أو رؤساء مثلا الوحدات المحلية بيبقى عنده فكرة مش عاوزي غيرها ألا وهي إن المواطن عاوزي شغلني على دماغه أنا شايف الصح يعني مثلا بتلاقي مثلا بعد في بعض الأماكن مش متوفر مثلا سندوق للقمامة مثلا وتيجي تكلم وتقوله مثلا حطولي صندوق أو مثلا خليلي صندوق في الحتة الفلانية تمام؟ يقولك ما عنديش فبيضطر المواطن يعمل إيه؟ يرمي طبعا القمامة في عرب مكان فاضي ما فيوش حد فبيحصل تجمع كتير لكمية من القمامة ديت لما تيجي تطلوب ويجي شيلها بفجأ بكلام غريب جدا يقولك ما عنديش سولار أنا ما عنديش بنزين أنا ما عنديش عايف إيه هاتلي ثمان سولار وانا أجي إيه؟ شايف إيه حضرتك؟ ده في الإدارة المحلية أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وده ممكن تطبيقه في مصر بسهولة مع بعد التأكيد يعني على ثقافة المواطن نفسه يعني في دول أوروبية كتيرة جدا 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 حكاية الخروج واستغلال الرصيف مباحة وبنشوف الكلام ده في أعظم دول زي فرنسا وأمريكا والحاجات اللي زي كده لكن تحت إطار القانون يعني الراجل ده لو تخصصت له مساحة بيروح البلدية وبيدفع رسم استغلال ورسم إشغال وبياخد الكلام ده على عاتقه إن أي مسئولية في الكلام ده من حوادث ومن نظافة ومن توفير المرافق في المنطقة دي وبيبقى المواطن قاعد على ترابيزة وبيستمتع باللي هو عايزه من أطعامه ومشروبات وحاجات زي كده وبياخد بعضه ويمشي وبتبقى مسئولية المحل إن هو ينظف المكان ده طيب بكتور ليه إحنا مثلا ما نتيحش الكلام ده بالنسبة للباعة الجالة حضرك قلت بيطلع له ترخيص ملحي إحنا إيه الرسالة التي توجهها لكل باعة الجالة يعمل إيه يعني ما سيخصر البطاقة وإيه الأوراق المطلوبة بالظبط يعني هو أصلا يعني علشان لأنها شغلانة يعني تقدر تقول عليها هلمية يعني أي واحد في أي وقت يقدر يقرر إنه هو باعة متجل وزي ما قلت حضرتك في المقدمة إنه ممكن يكون طالب في جامعة بس في محافظة من المحافظات التردل يعني زي بعد المحافظات الجنوب مثلا وحاجزة كده مش هنشير لمحافظة معينة لكن بيجي هو عارف سلوكه وهيعمل إيه في قلب القاهرة بيجي يوصل لحد القاهرة وزي ما قلت الحضرتك كده بيجي مثلا زي بقع التين الشوكي ده يشتري شوية التين الشوكي ويسرح بيهم ويتجول بيهم ويكسب منهم عيشوا ويرجع في الآخر كام شهر بتوع الصيف يلم فلوسه ويلم حاجته ويرجع تاني لجمعته أو درسته وده كتير جدا على فكرة في مجتمعنا والناس بتلمسهم وبتحس بيهم وده دورهم وإحنا مفروض يعني نحتوي الناس دي نحتوي الناس دي لإن إحنا سمينا إن في محافظات طردة محافظات طردة لإنه ما بيلاقيش فيها أي مجال من العمل بالأسلوب اللي هو بيلاقيه في القاهرة وأسلوب سكانها والناس المختارين قاهرة عاصمة مفتوحة وحافظة الجيزة كديرة الشباب اللي بيروح اسكندرية وبيفتح كافيهات وبيفتح أنشطة طرفيهية على شن المصيفين والحاجات اللي زي كده برضو لازم نحتويهم أنا بقول لسلة بقول لحضرتك إن رئيس المدينة الواعي يعني ما يحاربش الفئة دي لا بالعكس يوفر لها المكان الآمن اللي هو ممكن يعمله مصدر لمصدر الدخل أو مصدر مورد من مورد المالية لقلب الوحدة المحلية بتاعته وفي نفس الوقت بيساعد المواطن ده إنه هو يعمل تجارته ويمارس نشاطه ويمشي في أمان الله حتى المتصريح ده ممكن يكون مؤقت يعني ما بيبقاش دايل مزبوط تمام فتبقى في صعوبة أصلا بيبقى رسومه كم تعريب أنا دكتور يعني أنا مش متذكر الرسوم لكن فيه عندنا درس ما أقدرت الأسواق بتقدر تحدد بيبقى استخراج الترخيص ده وتسهل سهل كده بسيط جدا بس أهم حاجة أن يكون المواطن متعاون مع حتى الناس المسؤولة في قلب المدينة أو في قلب الوحدة المحلية لأنه ما يجيش واحد بقى باع خضار مثلا كده يروح منق حتة بمزاجه ويروح فارش فيه أخضاره على الرصيف ما ينفعش لكن برضو في نفس الوقت برضو إحنا ممكن زي الترخيص المؤقتة دي يعني ممكن حضرتك بنخش بنجهز مكان كامل ونقول لكميع أنواع الفئات اللي هي جايبه بضعيتها رس زي ما أنت عايز عايز متر عايز اتنين عايز تلاتة عايز عشرة سعر المتر كذا وبيدفع وآخر نهار بيشيل كأن ما فيش سوق تاني يعني كأن المكان ده ما كانش فيه سوق السباعي جائل غير الأسواق يعني مثلا الأسواق بيبقى سابت كل دي فئات بنسميها باع جايا دي كل ده باع جايا بأنه مش مقيم ده مش مقيم ومش موجود في قلب مجلس المدينة لحظاته بيمشي آه لحظات بيبقى جايب بضاعة بعربية وبينزل يفرشها طيب في حاجة يا دكتور شغلاني شوية ما رحت بعد المحافظات بجد إن فيه ترخيص للتكاتك هل ده شيء يعني مثلا اجتهاد من المحافظة أو رئيس الحياة الموجود ولا ده أمر قانون معمم على مستوى المحافظات هو مطلوب للترخيص وقانون أشار للترخيص بالنسبة للتكاتك بشكل ضروري ويمكن فيه مصادرات دلوقتي بتتم عن طريق رجال أنا شفت بياخد لوحات معدنية أيو 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 بس دي معمولة يدوية يدوية آه معمولة يدوية بعض الشركات يعني بتتبرع كده بالنفسها وبتقنع صاحب التكتك إن انت لو خدت اليافطة دي وخدت الرقم ده هتبقى آمن وتقدر تمشي في قلب الشوارع اللي هي العمومية والداخلية والخارجية ويقدر يعمل توصيلات ياخد منها سعر مجزي يعني وحاجات زي كده لكن ده بصراحة الشركات دي والناس دي ساعة بتتمارس العمل ده بشكل غير قانوني شركات وعمية بالتالي بيتم برضو يعني مطاردة التكاتك دي ومجازيتها واخذة مخالفات عليها لكن فيه في جميع المحافظات إدارة إدارة خاصة بالمواقف وإدارة خاصة بالترخيص في الحاجات اللي زي كده وبيدفع صاحب المركبة رسم معين لكل نوع من أنواع المركبة على حسب عرد الركاب وبيحصل منه سنويا وبيتحط عليه لاصق بيقول إن الراجل ده خط تسيره في الحتة الفلانية من هنا ده هنا وبيقول لحضرتك ده دارة مخصصة لكده يعني معنى كده إن فيه قانون وفيه إلزام وفيه تنظيم طيب لو حبيت حضرتك توجه رسالة لكل باع جائل تقوله إيه يعني توجهه إزاي أو تنصحه بإيه توجه يعني بصفة أساسية قبل ما يمارس العمل اللي هو هيتجول به أو أيا كان نوع بضعته للوحدة المحلية اللي هو تابع لها وهيقول إن أنا هاعد في الحتة الفلانية لمدة قد كسب وهيحتاج متر اتنين تلاتة عشرة لإن هو بيحسبه على سعر المتر في المنطقة دي بقى قد كسب بيبقى مرخص طيب بالنسبة لو باع جائل بعربية وبالتالي زي بتاع التين دوت مثلا وبالتالي بيدي له قسيمة بيدي له قسيمة اللي هو المفروض دفع قيمة الفرش اللي هو خد من الأرض ده لو هيفرش اه تمام طب لو باع مثلا زي العربية بتاعت التين ديت نفس الكلام نفس الكلام هو بيبقى واخد طب هو مثلا هيعود شهر مثلا هيعود شهر المنطقة مثلا حي مثلا زي التجمع بيبقى محدد المد تمام بيبقى محدد المد طب هل بيبقى فيه أعداد معينة لأنه برضو خلي بالك كل باع تين دلوقتي هقول لك ايه ما روح التجمع مع الناس هناك مسلا ممكن ظروفها مختلفة شوية في المعيشة عن عندنا مثلا تمام تمام بيبقى فيه توجه بس ماعتقدش ده التجمع يعني هو مرخص ليه إنه هو يتجود يعني هو هي دي المشكلة إنه هو في بعض الأماكن وفي بعض المدن ما بيسمحوش أصلا دلنوع ده من التجارة أو من النوع دوت في اللي هتبقى مشكلة كبيرة بالزبط كده فإحنا يعني برضو لازم نلتزم بالقانون يعني إحنا ما بنقولش لأ افتح وانت مانع لأ لكن هو لازم يتفهم إيه الشكل يعني يشوف حضرتك المؤسسة لما قالت نساعده أول حاجة قالت هنجيب محل إيجار طب ما هو ممكن الراجل دوت لو شاف المدينة دي أو الحي ده ما بيتعاملش مع النوع دوت من التجارة أو من النوع دوت من التجوال فهيكون البديل إيه البديل إنه لازم هو أو اتنين زيه أو اتنين أو ثلاثة زيه يجيبوا محل إيجار يحطوا فيه بضعيتهم ويبتدوا يمارسهم أول موضوع بص يا دكتور عشان برضو يكون إيه أكثر شفافية مع سيدة المشاهدين الموضوع واضح هو يعني هو النهاردة المحل هقولك هتجيب لي محل فيه وهتحطوا لي فيه بضع أبكا ده أجار مؤقت تمام ده أجار مؤقت ده أجار مؤقت أنا النهاردة بروح أجيب مثلا عدية بتاعة التين فيها النهاردة مية ولفها سبعين تبقى أفعلها بخمسة وعشرين جنيه بنزل أبيع النهاردة في التجمع الخامس بتلميلي النهاردة متين تنتمين جنيه والموسم بتاعي بشتغل ببيع لي عدية تين تلاتة بقى أنا مش بحسب بتاعة التين ولا حاجة يعني ده لا لا بس أنا أبي أضح لك الصورة يعني برضو حانا فيه سلوك بعد يعني بعد برضو البقعين بيبقى سلوك غير لائق عشان برضو أنا مش يعني مش عايز أظلم أو مثلا برضو أجيب العبء أو أجيب الظلم كله على الرسال الأحياء أحيانا بيبقى فيه بعض الناس أفكارهم غريبة شوية يروح جاي لمنطقة الراكية ويبدأ أنه هو يعني يقول فيها تمام نظرا للربح الأكثر فلو تفتح الأمر في موضوع الترخيص وبقى فيه ترخيص تطلع في المكان دوت أنا أقول لك يا دكتور مش هتلاقي ولا عربي التين في الجيزة كلها تروح التجمع الخامس وكلها تروح الأماكن الراكية فهل هل ده قانون مش بالصورة اللي حضرتك بخدها دي يعني يمكن هقول للناس في الأماكن الشعبية ساعات يكونوا أقصر إنفاقا وأقصر تكالب على النوع ده من الفكهة وعلى فكرة التين ده أنا عايز بالمناسبة يعني أذكر يعني معلومة غذائية كده يعني عرفتها في مرة يعني التين ده الفكهة الوحيدة اللي موجود فيها عنصر النحاس وهم جدا 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 بالنسبة لأطفالنا أنه هم يعني يتناولوا التين ده علاوة على إن الحبوب اللي فيه ديت بتساعد على الهضم بتاع الأكل بشكل كده ميكانيكي كده في قلب المعدة وحاجة زي كده فإحنا ما بنحربش التين ما بنحربش التجر لكن أنا هحسبها لك بحسبة تانية مختلفة على فكرة العربية اللي انت شفتها دي في التقرير ما بتبقاش ملكه ده مأجرة يعني هي كأنه دفع إيجار رسمي لليوم بتتأجر باليوم فيقول اليوم مثلا بيبقى هي شغلانة موسمية بيبقى فيه واحد بيمتالك أكتر من العربية بيبدأ أجرة وعلى فكرة دي نوع من أنواع التجارة كمان يعني لو فيه واحد عنده حطة أرض فضية كبيرة جدا بيبقى عنده يجي خمسين ستين عربية من دول وبيطلحها بالأجر اليومي قد كده فهو كده كده بيدفع إيجار دكتور لحبيت قبل ما ننهي الحلقة النهاردة لحظة توجه رسالة لكل باقع جائل تقوله ويه؟ نقول ده حاول له أنه هو يلتزم بالقانون ويلتزم بالأماكن المخصصة ليه أنه هو يشتغل فيها وزي ما قلنا برضه بالأسلوب بقى اللي هو نقرى له نص قانوني ولا كلام زي كده إحنا دينا بيحزين على نظافة فالأماكن اللي يلاقيها نظيفة ما فيش داعي أنه هو يلوزها بمخلفات اللي هو شغال فيها باعتين ده معظم الناس اللي هي غير مسؤولة بتتحوش القشر كده في أماكن وبعدين لما تلاقي مثلا لا بس صراحة دكتور أنا بشوفهم بيكون حطين عداية كده على العربية ما أنا بقول لحضرتك بيحط على جنب كده القشر لكن بمجرد أنه هو ما يوصل عند حتة أرض غير مبنية أو أماكن كده بيرميه مثلا سندق مهما بيرميه طيب إيه الرسالة إيه الرسالة اللي توجهها لكل رئيس حي أو كل رئيس مركز ومدينة في التعامل مع البعاء الجائلين أو التعامل عموما مع المحلات أو المخالف للقانون يعني شايفوا يعني طريقة التعامل تكون إزاي أن التعامل يكون بروح القانون ما يبقاش بنص القانون اللي هو وما فيش على فكرة أنا يعني قريطي القوانين اللي هو خاصة ما فيش قانون بيقول إن أنا أكسر العربية ما فيش قانون بيقول إن أنا أرمي البضاعة اللي هو أشغال فيها الراجل دي ويرميه له في الزبالة ولا أخذها يكون يصدرها لا 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 ممكن يصدرها لكن يحافظ عليه لأنه ممكن بيلزمه بغرامة مالية طيب يفرد دافع الغرامة المالية وعايز يجي يأخذ حكته تاني أقول أنا ربي تهدك في الزبالة ما ينفعش فإن الراجل ده دافع فلوس والدافع جاي متوقع إنه يتربح من التجارة ديت فما فيش داعي يكون أنا سبب أصلا إن أنا أخصره لكن في نفس الوقت برضو الباقي عادي جانب جدا لازم نوعي إنك أنت كل ما كنت ملتزم بالنظافة وملتزم بالأماكن المخصصة لك في التجارة بيكون أصلا سبب لربحك وفي نفس الوقت بتكون مستريح في تجارتك وما حدش يجي جمعك دكتور أنا حبي في نهاية الحلقة أشكر حضرتك الله يخليك وحابب أوجه رسالة مهمة جدا إحنا كمواطنين لازم يكون عندنا ثقافة الثقافة التعامل أحيانا العاطفة بتاخدنا في مكان بعيد قوي فبننسى الدور والعب اللي على المسؤول كل رئيس حي كل رئيس مجلس ومدينة حابب من جواه إن يكون مدينته أجمل مدينة فبينبع من بعد البائعين سلوك ربما بيكون غير طيب أو غير لائق فبيضطر يتعامل بطريقة يعني المسؤول بطريقة عنف أنا بنصح كل مسؤول لازم يكون عندك ضبط نفس لأنك إنت في وضع قوة إنت اللي في إيدك العقاب وإنت اللي في إيدك القانون بيسندك إنت وبيقويك إنت فليه بتستعمل إيدك أو ليه بتستعمل لسانك في العنف أو ليه بتستعمل قوتك البدنية مدام القانون معاك والدولة سندت ليك القانون وديتك الحق إنك تقدر تعاقب دوت أو تقدر إنك تصادر الشيء دوت فليه ما بتستخدمش القانون علشان يكون هو الحائل بينك وما بين المواطن كذلك بنصح البايع الجائل إن أنت قبل زي ما قال الدكتور علاء قبل ما تتجول فيه من أي منطقة شوف إيه الإجراء القانوني اللي أنت تتخذه علشان يضملك حاجتك ويكون قلبك مطمئن وعايز أقول مش كل فعل يحصل يجي عندنا غضب عنيف على كل المسؤولين لا بالعكس إحنا عندنا مسؤولين محترمين جدا السيد وزير الإسكان ما مسؤول وزير هل عجبه الفعل هو اتغس قرار رأى فيه كإنسان إن ما ينفعش حتى لو كان هذا البايع مش مرخص لو كان هذا البايع أخطأ ولكن ما يكونش الفعل زي ما قال الدكتور يعني مبالغ فيه في التعامل أنا بشكر السادة المشاهدين على متابعكم لبرنامج أرد الجيل تزورونا في حلقات هنقدم الكتير والكتير وهنصلت الضوء على حاجات كتير في المجتمع محتاجين نفهمها محتاجين نعرفها بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته